في السياق أعلن نايب عبد الرحيم الشمري عقد الجلسة الأولى للجنة لتقصي الحقائق والتي شكلها البرلمان بعد الأحداث الأمنية الأخيرة التي شهدتها نينوى وخلال مؤتمر صحفي عقده في البرلمان قال الشمري إن الأمن والاقتصاد والخدمات من أهم المحاور التي ستعمل عليها اللجنة بدأت على ثلاث محاور المحور الأول واللي هو المهم محور الأمن والاقتصاد والمحور الثاني هو محور الخدمات والمحور الثالث هو المحور الإنساني قد يكون شكلت هذه اللجنة على أساس الأمن الموجود اللي هو أساس كل ما موجود وما يحصل في نينوى من إشكالات ومن خروقات ومن فساد موجود لدى هذه اللجنة قبل أن تعمل لديها ملفات كثيرة بخصوص الواقع الأمني بخصوص المكاتب الاقتصادية بخصوص بعض التجاوزات على المواطنين من الجهات الأمنية هذه كلها حاضرة في اللجنة وقد قسمت إلى ثلاث جهات كان للأمن حضور أكثر في هذه اللجنة وأنا أعتقد الكل مصر على أن نينوى تبقى كما يريدها أهلها وكما يريدها العراقيين